إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام معكم حسين كمال من قناة فهمين نهاردة نتكلم عن علاج الحمى التيفودية أو علاج التيفويد طبعا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن أعراضها وأسبابها في حلقة النهاردة نتكلمكم عن العلاج الطبيعي أولا عن طريق تجنب الأسباب وهي عدم تناول شراب أو طعام ملوس وعدم أكل من الشوارع طبعا لعشان أكل الشارع دائما عليه أتربة وعليه حشرات ومنتشر أوي الزباب منتشر دائما عليه ده رقم واحد رقم اتنين غسل اليدين جيدا وباستمرار الابتعاد عن الأطعمة الملوسة وعدم تناول أطعمة مجهولة المصدر طيب النظام الغذائي لمريض الحمى التيفودية أولا يجب تناول سوائل كثيرة وتحتوي على سعرات حرارية عالية زي العصائر التازجة العصائر تحتوي على فيتامينات ومعادن زي عصير الجوافة عصير الليمون عصير البرتقال عصير الرمان وهذه العصاء وبتكون كمان فيه سعرات حرية عالية جدا فيه أكل السمك والدجاج الدجاج طبعا قلنا من المرة فتت انه من أعراض التيفود انه بيكون موجود بكتيريا السلمونيلا فيه بيض الدجاج أو جلد الدجاج فاحنا ناكل الدجاج ولكن بدون جلد والابتعاد عن اللحوم الحمراء واشرب العصير المغزية انها زي البرتقال والليمون والجوافة والموز واكل الجوافة والموز والتفاح والبرتقال والمفيد فيه علاج التيفود بقى من الأعشاب الطبية نتكلم عنه دلوقت رقم واحد عندي مفيد جدا فيه علاج الحمى التيفودية السوم اثنين البصل ثلاثة البابونج أربعة الكافور خمسة التوت ستة الليمون سبعة زيت الزيتون خصوصا أوراقه تمانية الحبة السوداء فالحبة السوداء شفاء من كل ده كشر الرمان العسل الطبيعي طيب علاج فعال جدا في حمى التيفود هتجيب ست فصوص سوم يتم هرسهم جيدا ثم تخلطهم مع كوب حليب أو كوب زبادي وتاخد ملعقة كل ست ساعات كل ست ساعات في اليوم بس أهم حاجة ما يكونش عندك سيولة في الدم لأن هذا الخليط بيعمل سيولة في الدم طيب علاج فعال أيضا ان انت تأكل تفاحة كاملة كل ساعتين ممكن تأكل ليمونة كاملة بكشراء بعد كل وجبة الطاعة كويس جدا ويتأكلها بعد كل وجبة ممكن تشرب معاعة كبيرة من زيت بزر الكتام بعد بين الوجبات أخواء الكرام انشروا هذا الفيديو لاستفادة الآخرين واستفادة الناس وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالنقر على زر لايك والاشتراك في القناة لأول مرة تشاهدوا القناة وعمل شير للحلاء في لقاءة أخر ان شاء الله أترككم في رعاة الأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة